عشان نعرف تفصيل أكتر معنا على تليفون أستاذ محمد أطمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأسر يا أستاذ محمد صباح الخير يا فن صباح خير يا أستاذ محمد يا أهلا بحضرتك في البداية عزين نتعرف أكتر على الفعاليات اللي بشهدها أسبوع الشباب المصر الألماني الحقيقة هي الفكرة الجميلة الرائعة اللي قامت بيها مجموعة من قدود أحد القرى الجميلة الرائعة في الأسر هو تواصلهم للعام 17 مع المجموعة الألمانية مع المسؤولين عنها والحقيقة كان دورها مش مجرد دور ناس جاءت دور الأسر لكن هو إظهار الوجه الحقيقي للشباب المصري وده اللي بيهمنا مجموعة الندوات الثقافية اللي بتتم مع الشباب دول الإجابة على الأسئلة اللي بتدور في دماغهم عن دور الشباب عن مستقبل مصر الثقافي عن مستقبل مصر السياسي الناس عندها أسئلة كثيرة جداً بيبقى فيه اختيار رائع جداً من مجموعة القدود للإجابة ده بيرد على الأسئلة الثقافية ده بيرد على الأسئلة السياحية اختيار رائع جداً تطورت الفكرة من بعد العام 11 السنة دي أنه أصبح هذا الاحتفال أنا بسميه الاحتفال بيش الأسبوع هذا الاحتفال نقل حقيقي جداً لصناعة السياحة في مصر نقل حقيقي لحالة الاستقرار اللي بتشهدها مصر نقل حقيقي بسميه جسر حاضرات ما بين العقول المصرية لأن الناس بتشوف الطبيعة المصرية البيوت المصرية الأصيلة الطعام المصري الأزياء المصرية حتى تخلى الموسيقى المصرية معهم بأوروبا كمان أصبحوا قوة ناعمة داعمة جداً لصناعة السياحة أنا بعتبرهم واحدة من أفضل وسائل الدعم لصناعة السياحة لأنه بيحصل بأنهم بينقلوا صورهم اليومية لأصدقائهم في العالم في آخر الرحلة بناء من حوالي جارة أو عدد للناس بيلاقي فيه ملايين بيشوف صورهم أصبحت كثير من الجراءات في العالم بتنقل التجربة تجربة شباب بيعيش مع شباب ينصر الوجه الحقيقي للشاب المصري الرائع بيختلطوا بالأسرة المصرية ببحارسين وميعيشوا التجربة المصرية وبعدين بيكونوا داعمين جداً أنهم في الآخر الرحلة بيعملوا هاشتاك يا إما مصر جميلة يا إما زوروا مصر وأنا عادي أقول أنهم كانوا أحد الأسباب الرئيسية من أحد الأسباب الرئيسية إلى عودة السياحة الألمانية إلى اللقصر مباشرة عن طريق الشرطة أو التعامل العرب طبعاً يا أستاذ محمد الحقيقة يمكن المستهدف نفسه من هذا التبادل هو مهم جداً زي ما حضرتك تحدث يعني خلينا معك في الصورة بداية أصلاً الاشتراك في هذه الفعالية بيكون إزاي يعني فكرة تبادل الثقافات وتبادل حتى أو زيارة الشباب دول بتحصل إزاي الشباب دول بيشتركوا إزاي أو بيبدلوا إزاي أن هم يكونوا موجودين ومن أول ما بيوصلوا مصر إيه اللي بيحصل برنامج شكله إيه المجموعة الفكرة بدأت من مجموعة التبوض الرائعة أنا بسميهم الحقيقة يعني مجموعة كلهم شباب هم فكروا أول ما فكروا فكرنا هم يستدعوا أيامها كانت السياحة كانت قليلة كمان كانت في بعض الصور المصدرة عن مصر على عدم مدنية الدولة أيام الإخوان المسلمين وعلى أنه مصر ما عادتش بلد مدنية كانت سكرة إيه عن المجموعة من شباب التبوض الحقيقة لدينا فعلهم القبعة هم اللي قاموا بالاتصال بأصدقائهم في ألمانيا وكانت القصة في بدايتها قصة أقل من كده اللي هم يقولون تعالوا عدوا عندنا في بيوتنا تعالوا عيشوا معنا في حياتنا عشان تنقلوا الصور الحقيقية الناس مش بتيجي بس للحجر لكن للبشر والبشر المصري أو الإنسان المصري تحديدا رائع جدا مهما يتقال عن ما يكتبه هؤلاء الناس عن الحياة ما بين الأسرة المصرية بيخش البيوت المصرية في الطود بيدعموا كمان زي ما حدثك قلت في التقرير أستاذ محمد قال في التقرير أنهم بيغنسوا ألف شجرة عملوا مبادرة رائعة غرس ألف شجرة في الطود وحواليها كمان بيدعموا مستشفى الأرمان عن طريق عمل هاشتاج بيبقى له دور مهم جدا لمساعدة مستشفى الأرمان ثم تحدي دور السياحة اللي هنا يعني فخورين بأن احنا منعتبرهم قوة ناعمة التجربة اللي هم بيقولوا نحن السنة اللي حنستضيف خمسين خمسة وخمسين بيحددوا العدد هناك مسؤولين في ألمانيا بقوا على اتصال بمركز الطود اللي هو أنا باعتبره أيخونة الموضوع كله هذا المركز بيذتب العداد السكن لمدة أسبوع برنامج حافل جدا الأساس فيه هو قسر حضرات الحضارة الألمانية أحد الحضارات العتيقة القديمة في ألمانيا والحضارة المصرية الأقدم في الوجود بتلتقي لنخل وتوضيح الشخصية المصرية الرائعة عن طريق الشباب وأنا بقول دايما أن هذه بعد التقييم لكل التجارب السياحية واحدة من أفضل وسائل دعم السياحة السياحة مصر وزي ما قلت رحلتك كل مرة بيعملوا هاشتاج وفرق هما ماشيين وبنشوف الأعداد اللي بتيجي لهم تأثير مهم جدا لأن هما بيخطوا كل جامعات العالم دون لينك لكل جامعات العالم صحيح بينقلوا بقى يا سيد محمد زي ما حضرتك قلت لأنهم بيعملوا تلدي لي ريبورت أو التقطير يومي فبينقلوا الثقافة المصرية بينقلوا كمان طبع الشعب المصري المصري يا سيد محمد زي ما حضرتك قلت تتكلم كما ندخل الأسبوع بلجيكي الأسبوع إيطالي لكن رائع في الموضوع أنه كل مجتمع مدني بالكامل الدولة لا تساعد وإحنا حارسين على هذا لأن الدولة لازم يأضر المجتمع المدني أهل الأسر وأهل القود تحديدا أصبحوا معرفين في العالم بهذا الموضوع الكرب والستات بتعلمهم إزاي الأكل المصري إزاي الطبخ المصري إزاي الملابس المصرية إزاي الموسيقى المصرية ثم في الآخر بناخدهم بنعمل معهم جولات أسرية وبعاتوا رسائل قصيرة عن طريق الفيسبوك أو الإنستجرام لدول العالم عن جمال مصر والسلام والأمن فيها مبادرة رائعة أنا أعتبرها جسر حضرات رائعة للإنسان المصري الرائع العصير الصعيدي وحدة من أهم جماعات ألمانيا اللي أعتقد أننا بصدد أننا نطور الفكرة تبقى مع ألمانيا ومع أمريكا ومع كل دول العالم عظيم جداً وزيما حضرتك قلت أنه الهدف هو نشر الثقافة المصرية هو أيضاً من ضمن الهدف هو نشر العادات والتقاليد المصرية والانطبعات عن الشعب المصري اللي دايماً يا سوز محمد أي ساح بيجي مصر من خلال الاستقبال الحافل للناس بيقوموا به واستقبال الضيوف في بيوتهم كمان وأعتقد أن دي حاجة بيتميزنا كشعب مصر دي حاجة جميلة جداً هي تتصدر للعالم كله عشان العالم كله يعرف قد إيه شعب مصر شعب كريم ومضياف شكراً جزيلاً رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأسر